اشتركوا الوصف مع اصدقاء او احباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي المتواضع جدا ان شاء الله البنت سوف نشارك معكم هذا الطاجين هذا الطاجين صراحة ان البنت هذا الطاجين يكون طاجين صيفي من اللي ما تكونش جلبانة نديرو هذا الطاجين يعني اللي عشقنا الجلبانة باللحم او لا الوقت ديال اللي برت حتى هو ركي يكون مزيان بزاف خاصة فلاشة اللي يدير هالطاجين هذا الطاجين خاصة الناس اللي كيتعشاوا بكريم مع ذلك السبعة او لا ثمانية كي يكون هالطاجين هذا البنين بزاف باللحم ديالبقري والجلبانة اليابسة المهمة البنات هنا اخذت اللحم درت لها شوية ديالبصلة مع شوية ديالخرقومسكنجبير تحميرا الملح و شوية ديالمعدنوس مع الزيت البلدية والرومية ودرت كل شي كيتشحر هنا اخذت جلبانة تقريبا اخذت واحد كاسعنبا ديالجلبانة وخذيته ودرته في الطاجين بعد ما ارتبته في الماء واحد ساعة ديالمقانة درته كيتسلق يعني فقط في الماء وما كان ديالش مع الملح لحتى حاجة غير في الماء بحال كان نسلقه لعداس او اللوبيا صافي هنا بعد ما كان ديره كي طيب كان نرجع للطاجين ديالي كان نشوفه إليه كيتشحر هنا يا البناترا هادرت لحم ديال البقري ممكن تديره المعزيه ولا تديره ديالجاج يعني اللي متوفر لكم غادي تديره راه كي جي طاجين في كل تال حالتين كي جي بنين بزاف سواء بدجاج ولا باللحم المهمة البنات هنا بعد ما تشحر لحم كان طلع فوق منه هاد البصلة هادي وغادي نزيد واحد نصف بصلة واحدة اخرى مما الفوق راه كي جي بنين البنات مع البصلة غير قطعوها أرقيق باش جيكم طيبة طاجين وصافي غادي نقطيع الطاجين ديالي وغادي نخليه كي يتقلى وكي طيب ماذيش نضيف ليه الماء حتى نشوف يعني طيب ليه يلحم واش خاص الماء ولا لا صافي غادي نصده ليه غادي نصد عليها البنات ونخليه يطيب بالعافية كتكون ناقصة بالزفرة شفتوا معي الدرجة ديال الحراري يعني راك يطيب غيب شوية بشوية كيتشحر وكي طيب وبالنسبة لها الطاجينة البناتراموك انكم تديرو بالحمص تديرو باللوبيا ليبسة وتديرو بهد جلبانة ليبسة هذي بثلاثة ديال الاشياء راك يجيها الطاجينة ببنين بنين بزفر كننصحكم انكم تجربوه واكيد غادي يعجبكم وما تنسوش لايك الطاجين اللي جربة الطاجين وعجبها تجي تقول عليها في التعليق لانه متأكده غادي يعجبكم خاصتين لاتبعتوا الطريقة راك يجي لديد لديد بزف وغادي نضيف لي واحد المكوين غادي تشوفوا معايا راك يعطي واحد نسمة اللي هي خاصة لها الطاجين هتا اللي هي ماتيشة سوريس هنا يضفت شوية ديال ماتيشة البنات وضفت واحد نص بصلة صغيرة هنا راك تشوفوها معايا درتها من الفوق ودرت شوية ديال القزبور مع المزيودة ديال الحار ودرت واحد كاس صغير ديال هنا غادي نساه واحد الساعة ديال المقناع لما كاتب لي جلبان حتى يعني رابدات كيدخلها الطيب يعني مبقاش لها بالساف يعني ماكسيمون كيكون هالطاجين هتا راك يوجد غيف ساعة ما تخافوش منها البنات وخا كاتبان لكم جلبانها يبسا راك ترطبوها واحد ساعة ولا ساعتين يعني قد ما رطبتوها راك تجيكم ساعة لف الطيب صافي هنا غادي بعدما كيطيب لي هاد طاجين هتا الحمرا بدا كيطيب وكيدخلو الطيب يعني راك تشوفوا معايا اللي حمرا ولا افتي صافي غادي نضيف له الجلبانة اللي سلقتها وحسيت بها طابت يعني حتى كنقيسها وكنلقاها طيبة يعني ماشي كتطيب حتى كتولي بحل البصارة اللي هذيرها كتطيب وكتحل وكتولي بحلقة اللي كتشوفوا معايا في الصورة وخا عندي هاد لا فيديو هدا يعني صورته شوية الحال مضلم يعني فلاشة كندير هالطاجين هدا اكتر يا في الوقت ديال برد فلاشة وممكن انكم تديرو في الاغضاء في الصيف راكي يجي بنين بزافة البنات في الصيف اللي ما كتكونش جلبانة راكي يكون هذا هو الخيار اللي يبسه مع الحماص مع هاد شلبانة هادي اللي يبسه صراحة كي يجي لديد بزاف صافي غادي نضيف ديك جلبانة من الفق كنحاول نديرها فقط من الفق رمزاعم اللي كيتب راكت توزع للطاجين صافي غادي نديرها غادي نحاول انني ندير ذاك الماء اللي كتلق لي جلبانة را ما كان كترش الماء في اللوول يعني باش ملي كتب لي جلبانة كي بقى ذاك الماء شوية خاطر كينزل الفق باش كنحتافظ على المنافع ديال جلبانة ما كان مرميش هاد الماء هدا وولي كي يعطينا الخطورية للطاجين وخاكي باني كن فيه الماء راقره ضغية كيتشرب مع هاد شلبانة هادي كيتشرب ذاك الماء وكيبقى غير ذاك اللي دام مع ذاك الخطورية غادي ناخد شوية ذاك اللي دامة غادي نسقي بهاد شلبانة من الفوق باش كتشرب ليداك اللي دام وذي كنسمة ذاك اللحم وتوابيد صراحة كتجيب بنينة بزافة البنات وخاكا نقول لكم رأي سمحوا لي كترت بنينة بنينة لانهو صراحة عن الديد خاصة احنا يا اشلوح كان وجدو فالفاخر يعني واحد طاجين راياسة لما البنات المهم طاجين السوسيين يجبنان بزافة المهم غادي ناخد هاد المارقة غادي نسقي بهاد شلبانة وغادي نخلي حتى كيطيب وكيطيب وكيطيب ما كيبقى شمية بحلاكة ما زال الطاجين ديالي غادي يطيب كنزيد عليه العافية باش كيزيد كيختر ليها الطاجين وهاد المارقة هادة كيطيب خلي نجلبانة طيبة مع اللحم طيب حتى هو صافحته كيطيب للطاجين ديالي عاد باش غادي نزولو من فوق العافية وغادي تشوفوا معي الشكل ايدياله را كيجيب هاد الشكل هذا صراحة كيجي في واحد الريحة واحد المدقرة رائع راماشي يعني كيبانيكم بحركة كتسحبورة غير الماولة را كيجي مريقخات راوديك جلبانة مع هادليدة مهدا رابنين بالسف كنتمنى انكم تجربوا وين الاعجاب تلكم ومدخلوش علينا باعجاب للفيديو وشاركوا الوصفة مع اصدقاء والاحباب باش تعمل الفائدة وشكرا بالساف على المتابعة والى فيديو اخر ان شاء الله اشتري انجري ليبانا را طيبة وشت تفرسة يعني را طيبة بحق بزبدة اوخه كتبانيكم بحركة فراخدات الوقت ديلا في الطيور جادلت اشتري 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة